في ناس بتذاكر بتذاكر ومشغالة بقى مزيكة او في دوشة او في حد بيتكلم حواليها وبيقولوا ان احنا بالفعل بنذاكر هل في زاكرة اي ان كان نوعها بقى سمعية بصرية حسية تقدر تشتغل وتجمع معلومات وتكون فعالة بالفعل في ظل الدوشة والمزيكة والاغاني والصخة باللساعات بيحصل في ناس بتذاكر وفي خنقات جنبها عادي جدا واخواتهم بيتخلقوا وفي ناس تحب تذاكر في الاماكن العامة تحبش تنزل تذاكر تبقى محتاجة مجهود طبعا مضاعف لان هو المخ تركبته مش محتاجه مشتت هو عايز يبقى الدنيا هادية على قد ما تقدر ممكن المزيكة دي في حالة واحدة ان انا لو بعمل اي حاجة فيها حل حل معلومات يعني حاجة زي الماس الرياضيات الفيزياء اللي هي اللي فيها معادلات قريدي انا حافظت المعادلات بحطها دي ممكن اذاكر على حاجة مزيكة هادية ما يكونش فيها برضو كلام او اغنية او حاجة فيها كلام يشتت انتباهي لان هو بيلاقي لان نشوف يعني بعض المدرسين يا دكتر بيقلبوا المنهج الاغنية هي دي كويسة في حالات ان انا بستق يعني هو بيدور على اكبر قدر من الحاجات المرفهة للطالب علشان يديله المعلومة بيها او اسرع طريقة لتوصيل المعلومة بحيث انها تثبت في راسه فلقوا ان الولاد بيحبوا الاغاني والطريقة النغامات او الحاجات اللي زي الشعر كده مرتبطة ببعدها فقالك اعمله بنفس السياق علشان ترتبط معه بالاغنية دي وما بقاش عنده مشكلة في الحفظ مفيش مانع بس انا بقول على انه يسمع مشتت مختلف عن اللي هو بيذاكره يعني اذا كان بيذاكر مثلا عربي ما ينفعش يسمع اغنية وهو بيذاكر عربي وبيحل عليه وبيذاكر نصوص وقراءة صعبة طب قدرات الفردية دكتور يعني في ناس انا نفسي كنت اعرف حد معي فسر انو انا في الجامعة كان الولد ده انا فاكر كويس قوي كان عنده ذاكرة بصراكة قوية جدا يعني كان حتى هو نفسه بيقول على نفسه ان عينه كاميرا لكنها كاميرا ما شاء الله يعني يعني هو كان بيشوف بيبقى حافظ المعلومة دي كانت في صفحة كام فانهي بيرجر في الصفحة بالزبط هو بيشوف الصفحة بيحفظها في ناس عندها قدرات فردية قدرات دي ممكن تحدي قويها ممكن تبقى مكتسبة ممكن تضعف مثلا مع الوقت بيبقى ايه وضعها قدرات فردية هو اهم حاجة ما يستهلكهاش او او ما يستهلكهاش في الحاجات اللي ملهاش لازم لو هو عنده القوة دي يحافظ عليها في الحاجات اللي هتفيد نفسه ويفيد بها الناس القدرات الفردية دي لما لقي ابن عنده حاجة زي كده ادعمها له وبيين له اللي هو عنده حاجة فريدة من نوعه حلوة وأن أنت لازم تنميها وتكبرها المشكلة بقى أن هم ممكن أهالي تستهلكها طب شوف لنا الورقة دي كده طب احفظها طب جرب لنا كده أنت بتستهلكه في الفاضي بها هي ساعة معينة من الزاكرة صعب أنه هو أنت بتدي له حاجات ملهاش لازمة أنه يحفظها صحيح فخليه ياخد الحاجات اللي هي لزوم وبعدين يبقى بقى إيه اللي هي حاجة ده أكسترى بقى ما تلزمهوش أنه يحفظها في بعض الناس بيقولون أن هم بيذكروا بهذه الطريقة ليلة الامتحان بس وفي النهاية بنشوف نتيجة مبهرة يعني بيجيبوا امتياز هل فيه ناس كده فعلاً ولا دول بيذكروا من أول السنة ما بيقولوش لا هي فيه نسبة تحصيل طبعاً الناس مختلفة بنسبة التحصيل عن بعض ممكن حاجة تزاكر نوص ساعة تحصل لأننا بيذكره في عشر ساعة أجيب امتياز مثلاً؟ ممكن لو هو تحصيله وقدرته عالية على حسب نسبة التحصيل ممكن أقرأ صفحة أفهمها أسرع أو أحفظ اللي فيها المعلومات اللي هي اللي تفيدني أسرع أو مخي بيعرف ينظم المعلومة بشكل أسرع ففيه ناس مبهرة فعلاً يعني فيه ناس بتفتح الكتاب لمدة نص ساعة بيعمل لناس تانية بتعمله في يوم كامل بيبقى عنده التركيز عالي شوية فأنا برضو بقول للناس اللي عندها نسبة الاستيعاب وليلة هو ده مش عيب أو حاجة بنوبخك بيها لا هو أنا بقوله أن حاول بقدر الإمكان الشوية اللي انت عايتهم بتشتتش انتباهك في حاجة تانية يعني عوقات بتذكري مثلاً لطفل تكلمه في الصفحة اللي هو بيقرأ فيها يقولك إيه هو الكارتون اللي أنا بحبه جايز ساعة كامل بيكلمك في حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالموضوع فهو اللي عايز يستوعب معلومة بأسرع وقت ممكن يركز فيها هي بس يعني بلاش المشتتات طب أقوله الكارتون جايز ساعة كام ولا زعال أنا بكلم بجد أقوله بس ده يكون بقى إيه طب أنا هخافت أقوله المعلومة وهفتح لك الكارتون بس خلص دي أو استوعب معايا دي طب لو حلت الواجب أعمل هاله بقى أنا طالما هو مهتم بيه أوي كده وشغل جزء كبير من رأسه أنا أدي هاله كمكافأة علشان يبقى خلاص حفزته أنه أنت هتشوف اللي أنت مش تقلو قوي ده حفزته أنه هتشوفه بس بعد ما يخلص اللي وراه لكن طول ما أنت متشتت أنا مش هفتح التلفزيون أصلا